شيكابالا كريم سدت خمس ركالات جزاء سدت خمس ركالات جزاء في مسيرته منهم اتنين اقصائيتين واحدة امام سينبا في 2003 ضيعها وخرج الزمالك ووضع دوري ابطال افريقيا والنهاردة وضع واحدة امام الانتاج الحربي فلعيب ليس معتد رغم مهارات شيكابالا وكل الحاجات الحلوة اللي بنقولها على شيكابالا انه اللعيب ليس معتد على تسجيل ضربات الجزاء نسبته فيها مش جيدة نسبة شيكابالا في ركلات الجزاء مش جيدة شاط اربعة جاب اثنين 50% نسبة ضعيفة جدا في ركلات الجزاء فالنهاردة احط شيكابالا يشوت الركلة الخامسة يشوت الركلة الخامسة اللي هي مؤكدة هكون ركلة حاسمة مؤكدة سواء الزمالك راح انو يكسر اراح يتعادل فانا شايف اختيار شيكابالا من الاساس اختيار غريب جدا جدا مش بس الكرة مش توقيتها بتاع تزيده لا كمان ان شيكابالا هو اللي يشوت الركلة الخامسة مش توقيتها أفضل اتنين لعيبة بشوته في الزمالك يا كريم أفضل اتنين لعيبة بشوته ركلات جزئان في الزمالك محمد أشرف روقة وأحمد زيزو فإحنا معتدين أن العيب رقم واحد والعيب رقم ثلاثة والعيب رقم خمسة بيكونوا أفضل المسددين طب ليه ما حطتش واحد من الاثنين في الركلة الحاسمة طب أنا ببدأ بزيزو ومعروف ليه ببدأ بزيزو ومعروف ليه لكن ليه الشيكابالة ليه شيكابالا هو اللي يشوت الركلة الخمسة اللي مؤكد تاني محد يمكن يقول لي هو أنت كنت عارف أن الزمالك هيضيع هو أنت كنت هي مؤكد أن الخمسة بتكون حاسمة وليه بحط رقم واحد وثلاثة وخمسة في الأفضل لأنها ركلات بتحدد مصار ركلات الجزاء دي كانت اللقطة الثالثة كريم بالنسبة بعيد بقى عن قصة شيكابالا دي كانت اللقطة الثالثة رحمد الشناوي فطبيعي لما صد ركلتين جزاء وحسم تأهل فرقتي وقبلها بصد صد صعبة جدا في الديئة 121 لازم من التكلم على الإفشنسي لازم طبعا أخذ رجل للمباراة فأنا لما تم اختيار الشناوي للوهلة الأولى قلت إزاي بوش بلاتي توري لكن اللي قدمه أحمد شناوي كان يستحق عليه